في فقرتنا الأولى نرحب بدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات أهلاً لنا دكتور هاني أهلاً مهلاً المفترض إن كانت تتواطر أنباء مفرحة أو مبهجة حول اتفاق وزراء الدول الثلاثة للرأي في مصر وإثيوبيا والسودان على تسمية المكتب الاستشاري حتى اللحظة لم ترد لنا أنباء تؤشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق هو أولاً يعني أنا لست مع هذا التوقع لماذا؟ لأن تسمية المكتب الاستشاري إذا نجحت أو إذا توافق الأطراف هي خطوة أولية ولكن هي أيضاً لن تكون العقبة الأساسية أو لن تساهم إلى حد كبير في حل الخلاف الذي ما زال قائماً بين القاهرة وأديسة بابا حول الكثير من التفاصيل الفنية في سد النهضة وهي زيارته السنائية إلى أسيوبية في إطار العلاقات السنائية بين البلدين ومخاطبته للبرلمان الأسيوبية ومن سمى توقيه هذا الخطاب لكل الشعوب الأسيوبية إذن نحن أثبتنا حسن النية وقهنا نداء للتعاون للتنمية للحفاظ على السلام وفي نفس الوقت يعني غيرنا أو سعينا إلى تغيير البيئة المحيطة بهذه الأزمة الكرة الآن في منعب الأسيوبية لكن كان واضح من البداية للمراقبين المهتمين والمتابعين أن هذا الإعلان وهذه الزيارة هي تغير المدركات حول الأزمة ولكن في نفس الوقت الخلاف ما زال باقياً وحل هذا الخلاف لن يكون سهلاً والمماطلة أو الخلافات أو تضيع الوقت في موضوع المكتب الاستشاري والاتفاق عليه هي جزء من هذه الصعوبات لأن هذا هو انعكاس مباشر للسلوك الأسيوبية الذي يبدو حتى الآن أنه لم يتغير ولم يبدي بادرة إيجابية بعد التحرقات المصرية الأخيرة حتى الآن إن كان الأمر هكذا يا دكتور هاني طب لماذا برأيك قابلت إثيوبيا على اتفاق المبادئ لماذا رحبت جداً وحتى رأينا يعني رئيس الوزراء ديسالين في كلامه كان كلاماً طيباً للغاية في هذه القضايا الحيوية التي تمس مصائر الشعوب وتنبني عليها مستقبل الأجيال وتترك تغيرات في البنية الأساسية وفي العلاقات وفي تغيرات قوهرية لا يمكن التعويل على الأقوال وإنما العبرة بالأفعال الأقوال هي جيدة ومقبولة ومرحبة بها لكن إذا لم يطابقها فعل على الأرض تكون نوعاً من الخداع وتكون نوعاً من المراوغة ومحاولة لكذب الوقت أو تكتيك تفاوضي لتصدير صورة معينة إلى الرأي العام الإقليمي والدولي وفي نفس الوقت هو يعمل على الأرض لتكريس أمر واقع جديد وبعد ذلك لن يكون للكلام غير الموسق وغير الموقع وغير يعني ليس له قيمة وليس له تأثير ولا انعكاس ويذهب مع الريح كما أتى مع الريح يذهب مع الريح أيضاً يا دكتور هاني ربما يحق لنا التساؤل عن فكرة ما كل هذا الخلاف حول تسمية مكتب استشاري رأيه في نهاية الأمر غير ملزم هو الرأي حسب الاتفاق أو إعلان النواية الأخير يحترم والإحترام في درجة من الإلزام أيضاً لأنه في مقدمة أو في الديباقة بتاعة الإعلان تلتزم الأطراف السلاسة بكذا ومن ضمنها الإلتزام بإحترام النتائج النتائج طيب إذا هناك لا عزف من سيادتك أنت من وجهة نظرك ترى أن اتفاق المبادئ سيلزم من وقع عليه بنتيجة المكتب استشاري إذا عايز أقول أكمل الجملة اللي كنت بقولها أنه الإعلان بيقول أنه تلتزم بإحترام النتائج كويس وبالتالي معنى الاحترام الذي قبلته مصر هو يعني الالتزام الطرف الآخر لأنه أي إعلان مبادئ هو يعمل في الاتجاهين هو مبادئ هذه ومبادئ مرشدة لكن هو يعتمد بالأساس وده أشار برضو لي الرئيس السيسي في خطابه في أثناء التوقيع يعني النقطة دي ليست غائبة عن العقل المصري ولا عن صانع القرار المصري حينما قال العبرة وده قالوا خارج النص المكتوب للخطاب العبرة ليست بالاتفاقات ولكن بالإرادة السياسية والنوايا إذا كان في نوايا حسنة وفي إرادة سياسية للحل سيتم احترام هذه الالتزامات إذا لم يكن لن يعدم الطرف الآخر جرائع يخلقها من داخل الموضوع لكي يتحقق بها ويقول أنه نحن مختلفون على هذه وهذه تحتاج إلى مراجعة وهذه مشكوك فيها وهذه نذهب بها إلى مكتب تحكيم آخر وهكذا في تضييع للوقت فالقضية في نهاية المطاف هي أرادة سياسية وهي حسن نوايا وفي نهاية المطاف أيضا في الإطار الأخير هي توازن قوة بين الأطراف ومعروف أن مصر في مرحلة سيولة سياسية وسورتين والطرابات واستقطابات وفصيل سياسي يحاول تدمير البلد والوطن فبالتالي الآخرون ينتهزون هذه الفرص لتحقيق ما كانوا يعقزون عن تحقيقه من قبل كذلك يا دكتور هيني فكرة تسمية مكتب استشاري هل لهذه الدرجة الأمر صعب لاتفاق؟ يعني هما كانوا عشرة مكاتب صحيح؟ في اجتماع اليوم تم يعني تقليل عدد إلى مكتبين مكتب فرنسي وآخر هولندي نعم هل صعب نحن نختار بينهما؟ لأنه أولا كان فيه شروط أو المبادئ يعني تيرميز أوف ريفرنس اللي حتشتغل عليها المكاتب دي فكان فيه خلافات في وضع هذه القضايا نمر اتنين أنه لما يتم وضع هذه الشروط وتتقدم المكاتب بتحصل فيه مفاضلات يعني أسيوبيا تحبز مكاتب معينة وقد تتوفر لمصر معلومات معينة عن هذا المكتب أو ذاك أنه قد يكون في عمله متساهل بعض الشيء يتم التدخل فيه أو التأثير عليه أو شيء من هذا النوع هذا قد يرد لأنه طبعا أجهزة الدولة تعمل كلها في هذا الموضوع فبالتالي في نهاية المطاف تمت التصفية على مكتبين لكن أسيوبيا لديها أيضا تخرج من القراب بعض التحفزات وبعض القضايا الفنية الصغيرة تعطل بها دولاب العمل وفي نفس الوقت تريد أن تحقق بها مكاسب مستقبلية كنا نتمنى أن هذه البيئة تتغير بعد التحركات الأخيرة وأعتقد أنه علينا أن ننتظر أيضا إلى الغد لربما يتم التوصل إلى اتفاق ونكون بهذه القضية قد أنهينا مرحلة وبدأنا مرحلة أخرى أيضا لن تكون سهلة طيب أفهم كذلك يا دكتور هالي من كلام سيادتك إن منطقي طبيعي إن مؤسسات الدولتين بتعمل في هذا الملف الحيوي ربما مصر يكون لديها تخوفات من بعض المكاتب الاستشارية لميولها ناحية الجامعة إثيوبيا وكذلك إثيوبيا بالتأكيد لديها تخوفات صحيح على هذا الحال عندنا مكتبين مكتب هولندي ومكتب فرنساوي مصر بدعمها يعني مصر بتؤيد أني مكتب فيه لا هو مصر قدمت اقتراع عشان تخرج من يعني هذه التحافظات اللي هي يعني عديمة القدوة إنه يالله تخترح إنه المكتبين معا يقوم بالعمل وإنه يتم إقامة شراكة مؤقتها أو اتحاد شركات بين المكتبين وإنه يتم توزيع العمل بينهما لإصراع بالعمل وتوفيره دلوقت ولا أدري في الحقيقة ما الذي حدث في هذا الاقتراح لكن أعلن من قبل الجانب المصري أعلن أن هناك اقتراح بهذا المعنى علينا إذن الانتظار للغد والغد نحن أمام سيناريوهين السيناريو الأول هو الإعلان عن مكتب الاستشاري والسيناريو الآخر هو تحديد جلسة أخرى للاقة الخبراء نعم قل لي سيادتك تابعات كل سيناريو لو حصل اتفاق حيتم توقيع العقد مع هذا المكتب وبالتالي حتبدأ العد بتاع فترة الخمستاشر شهر اللي أشرار لها الإعلان بتاع مبادئ الخطوم سد النهضة قالوا أنه يعني الفترة المقدرة لعمل المكتب تقريبا حتى تراوح ما بين 8 إلى 11 شهر نقول تجاوزا 12 شهر ويبقى فيه كمان 3 شهور بعد كده لبلورة النتائج والوصول إلى خلاصات أو اتفاقات عبر هذه النتائج لكن لو ما تمش اتفاق حيتم ترحيل المدة الزمنية بتاعت اتفاق الإعلان النواية لغاية ما يتم يعني العد حيتأخر أو حيبدأ العد رقم واحد في مرحلة تالية وبالتالي حيكون السيوبية كسبت وقت إضافي وهي أريد شغالة في جسم السد وبالتالي موقفها حيقوى في الخلافات المستقبلية اللي هي موجودة جزرها منذ الآن لأنه مثلا السيوبية عندها اتجاه تقول والله مثلا لو قد نتائج المكتب الاستشاري وقالت مثلا على سبيل المثال السيوبية التي تشتغل على تصميم في البناء بساعة 74 مليار لو قد نتائج المكتب قارت والله الساعة الأنسب 40 مليار 40 مليار مثلا اللي ما تقلل أو تخفص الضرر على مصر نعم فأسيبه بتقولك آه احنا في الحالة دي هنحترم الساعة يعني مش هنملأ غير رضاة 40 بس هنبني الـ 74 يعني عايز يفصل ما بين الساعة وبين ارتفاع جسم السد يعني عايز في نهاية المطاف يلف ايه ودنك من فين يا جوحة ييجي من ناحية تانية يعني هو يقولك ان حامل 40 وبعدين في اي لحظة ممكن هو بعد كده عنده الجسم السادي يتحمل 74 يروح في اي لحظة يزيد المساحة يقولك لأصله حصل كيت وحصل كذا وحصل مش عارفة اي قصة يعني بس اتفاق المبادئ اعتقد انه اشار لم يصرح اشار لفكة التعاون المشترك حتى في التشغيل اشار انه لازم يكون فيه نوع من الهيئة التنسيقية ايه اللي تنسخ عمل السدود لانه طبعا الملء في احد السدود حيؤثر على السدود التي تليه والهيئة التنسيقية دي لسه هيوقع يعني هيحصل بشأنها تفاوض والتفاوض ده المفترض انه لو نجح يتمخد عنه اتفاق انا قلنا كذا مرة المفترض يا دكتور ها انا قلنا كذا مرة المفترض المفترض مفترض يبدو نحن في بداية الطريق يعني ليس حتى في اوسطه يعني ما هو المشكل انه ما قبل اعلان النواية لم يكن تفاوضا بالمعنى الدارج او الذي قد يرد الى الزهن ليه لانه كان الشيء بأثرت على انه والله كل الموضوع ينحصر في استكمال دراسات سد النهضة يعني هي تبني السد ودراسات السد لسه مخلصتش ويقولك والله هنوعدنا تباحس عشان ازاي نكملها طيب وقف البنة غيرت ما نكملها يقولك لا انا مش هقف البنة فقبل كده وقعوا اعلان ملابو مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لما في اول قمة حضرها افريقية في غينيا الاستوائية وبعدك رجعوا تملصوا من هذا الاعلان وافرقوا من محتوى وقصروا فقط على بند واحد من سبع بنود اللي هو برضو قالوا الدراسات استكمال الدراسات ففين بقى البنود قالوا اصله البيان ده ما كانش موقع يعني احنا يعني كلام اعلان فقط اه يعني احنا اعدنا وتكلمنا وبعدين البيان ده كان خلاصة الكلام لكن كلام دي احنا ما وقعناش عليه وبالتالي هو مش ملزم وبالتالي احنا هنستكمل فين في موضوع الدراسات ففكرة اللي تعلم فات فات وفديله ومع سبع دراسات سبع دراسات كذلك يا دكتور هاني ربما سيادتك ذكرت ان اعلان المبادئ الذي يوقع في الخرطوم الشهر الماضي كان بارادة مصرية بافكار مصرية وكان بطلب من مؤسسة الرئاسة او رؤية مؤسسة الرئاسة ان تفتح تفاوضا مباشرا مع جيب اثيوبي انه بالتأكيد لعبة الخرطوم دورا وسيط بالتأكيد حتى كان الاعلان نفسه يوقع في الخرطوم هل تتوقع دورا للخرطوم في ازمة تسمية المكتب الاستشاري في الحقيقة طبعا الانباء الاخير الواردة من التفاوض سواء اللي سبقت الاعلان بتوكيع الاعلان مباشرة وفي التفاصيل الفنية بتقول بانه الموقف السوداني تغير تغير للاحسن تغير للافضل للافضل واصبح هناك يعني قدل لانه في البداية كان موقف السوداني يتبنى الموقف الاسيوبي واحيانا يتصدى للدفاع يعني يتولى الرد تجاه الموقف المصري بالنيابة عن الموقف الاسيوبي لكن الان الموقف اختلف وايضا حتى الاصوات في اصوات يعني لها سقل ولها احترام ولها حيسية في السودان من خبراء ووزراء رئي سابقين وعلى رأسهم المهندس كمال علي الان تنشر مقالات وتحاضر في ندوات في الخرطوم لكي تبين تحفظتها عن السدوهاج تحفظت كانت قديمة لكن في السابق كلما اسكوتوا عنها يعني لا هو كانت يعني ذكرها الرجل لكن كانت موجودة في اطار ضيق الان هي متاحة حتى للجمهور والرأي العام السوداني وانا اعتقد انه دي اشارة ايجابية وبتاد عام الموقف اللي هو تحسن للاجابة في داخل قاعات التفاوض وفيما يتعلق بالنقاشات حولينا المكتب الاستشاري كان الموقف السوداني قريب جدا من الموقف المصري وربما احيانا كان متحفظا على بعض النقاط بشدة اكثر من الموقف المصري لانه ده برضو بيمس مصالح السودان